الجسم قادر على أن يتعلم كيف يحدد الخلايا الخبيثة ويحاربها مقولة تعطي الأمل للكثير من مرضى السرطان وهي ترتبط قبل كل ذلك بجهاز المناعة ولكن لا بد أن يكون هناك وسيط معين كلقاح مثلاً ليعطي للجسم مناعة قوية تحارب السرطان الباحثون في مركز سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك ابتكر وسيلة يمكنها أن تعلم جهاز المناعة التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها وسيلة يقول عنها الباحثون أنها تغير قواعد اللعبة التقليدية في مكافحة هذا المرض وهي تقوم على أخذ كمية من خلايا نخاع العظم وتقسيمها إلى جذعية ومناعية أو تائية ثم إعادة حقنها بالمريض حيث تتعرف لاحقاً على بروتين خاص يسمى WT1 وهو يتواجد عادة على سطح الخلايا السرطانية فيبدأ بتدميرها النجاح غير العادي الذي تحقق في حالة سيدة أمريكية تم تطهير جسمها تماماً من السرطان بعد ثلاث سنوات من العلاج يعمل عليه أطباء وباحثون بريطانيون الآن إذ ذكرت صحيفة ديليميل البريطانية أن الباحثين البريطانيين غيروا في التجربة العلمية الأمريكية إذ عكسوا الطريقة بأن أخذوا عينات من دم المريض ليستخرجوا الخلايا التائية المناعية ثم أضافوا إليها الجزيئات الخبيثة في مختبر معقم وبعد فترة من الزمن تم إنتاج خلايا تعمل بمثابة حصان طروادة تحقن في الجسم فتلاحق الخلايا السرطانية وتدمرها وبين التجربتين العلميتين الأمريكية والبريطانية في إنتاج لقاح واعد للسرطان يأمل الباحثون في أن يبتكروا طرقاً أخرى علاجية لأنواع خطيرة من هذا المرض كسرطان الثدي والأمعاء والبروستات وليس فقط سرطان الدم إذن دكتور جلودة أهلا بك من جديد يعني ما رأيك بهذه التجربة؟ وهل سنصل أخيراً إلى حل لمرضى السرطان؟ طبعاً هي تجربة جديدة حالياً في أبحاث في العالم الغربي في المستقبل توقعاتي خلال ما بين خمس لعشر سنوات نصل إلى علاج من العلاجات الذكية ما تسمى أو الخلايا الذكية التي تقاوم الأورام سواء كالة سرطانات أو أمراض أخرى خلال خمس عشر سنوات إن شاء الله يكون في علاج للسرطان أثبت فعالية هذه التجارب؟ التجارب هذه أثبت فعالياتها في أورام مختلفة كاللوكيميا أو سرطان الدم أو النخاع العظمي المايلومة ما يسمى في الإنجليزي التجارب كما نعرفها هي تجارب من أربع أجزاء الجزء الأول بيكون مبتدئ والجزء الثاني أو الثالث بيكون متطور على نسبة مرضى أكتر قيمة حاليا الأبحاث معظمها على ما نسميها كاتيجوري الثانية أو التالت لكن حصل على موافقة إدارة الأغذية والعققير الـ FDA الـ FDA approval اللي هي في أمريكا حاليا الأدوية البيولوجية أو المناعية موافقة عليها لنوعيات سرطان مختلفة مثل اللوكيميا وحاليا سرطان الدم يعني سرطان الدم ومن قبل أسبوعين إجت الموافقة على الإميونوثرابي للمناعة على سرطان الرئة طيب ذكرنا في تقرير الخلايا التائية أو العلاج المناعي لو نتحدث ونشرح ما هي هذه الخلايا بالضبط طبعا جسم الإنسان عنده خلايا تقاوم أو رام مختلفة سواء سرطان أو رام أخرى أو إصابات مختلفة الجسم يحتوي على ما يسمى في الإنجليزي T-cells اللي هي تحارب أو تدافع عن الجسم أو الجسد عن التلوثات الخارجية نسميها سواء سرطان أو ما غيره من خلال الأبحاث وجد إذا غيرنا السمى ما يسمى السمى في العربي اللي هي DNA الجزئية في الجسم ممكن الورم كسرطان كطبيب سرطان الجسم نفسه يقاوم السرطان ويقضي عليه دكتور سابقا أو حاليا حتى نشهد العلاج الكيميائي لمرض السرطان هذا العلاج له سايد إفاكت هل هذه التجربة برزت أي نوع من قتل للخلايا السليمة أو أي جوانب أخرى؟ طبعا العلاج الكيميائي أو الكيميائي له المشاكل للإنسان سواء تنزيل الشعر أو المناعة بتنزل التهابات كذلك العلاجات البولوجية والإميونوثرابي لها أعراض مختلفة عن العلاج الكيميائي يعني إلى أثار جميلة إلى أثار أكيد لا شك بس مختلفة عن العلاج الكيميائي كما نعرفه هي بتعلق في المناعة ممكن المناعة تنزل شوية لدرجة إذا الإنسان تعرض لمناعة منهبطة ممكن يصير عنده التهابات مزمنة أو كذلك طيب هذه الأثار الجانبية هل يمكن أن تشكل حجر عثرة أمام موافقة الجهات الطبية على هذا النوع من العلاج؟ طبعا قبل أي علاج يكون مصدق أو موثق عليه من قبل الجهات العالمية الأبحاث لازم تكون متكاثرة أكيد في عدد مرضى وافية أكثر من الآلاف المرضى قبل أن يكون من أي جهة طبية يعني عادي يكون له آثار جانبية؟ هذا أي دواء يستعمل يمكن تدليله حتى دواء بسيط جدا ممكن تخطيه من أي صيدلية سيكون له جوانب عرضية بس طبعا بيكون تتفاوت الخطورة أهمية أنه يكون الفائدة من الدواء أكثر من الخطورة دكتور تحدثتنا عن سرطان الدم وان سرطان الرئة ماذا عن السرطانات الأخرى؟ طبعا الإميونوثرابي أو العلاجات الإميونية أو البيولوجية كما تحدثت حصل دواء جديد من أسبوعين لعلاج سرطان الرئة سرطان الرئة طبعا من أكثر السرطانات المنتشرة عالميا في منطقتنا في الخليج العربي يعني تم إثبات أنه هذا علاج مئة بالمئة مئة بالمئة في منطقتنا في الخليج العربي سرطان الرئة لم يكن من السرطانات العديدة كالسرطان الثادي أو سرطان الكولون بس طبعا من هون إلى عشرين سنة المتوقع أنه يزداد الحالات سرطان الرئة طيب أنا قرأت عن هذا النوع من العلاج وانتبهت أنه صعر التكلفة مرتفع جدا يعني يصل من 300 ألف إلى 500 ألف دولار لمعالجة الشخص الواحد لماذا هذه التكلفة المرتفعة؟ طبعا التكلفة وهي عم يأخذ عينات من دم المريض نفسه وبيجع بحفنها في المريض لماذا كل هذه التكلفة؟ طبعا الشركات العالمية الأبحاث لتصل لنوع منها الأدوية هاي بتكون الأبحاث سنوات متعددة إذا شركة عندها مالكيولز مبتدئة مئة مالكيول مبتدئ ممكن بعد عشرات السنين يلاقوا أنه علاج واحد حيكون نافع للسرطان طبعا لازم يعودوا الخسارات يعني هناك استغلال مادي للموضوع؟ هو فيه استغلال مادي أكيد شركات الأدوية طبعا كل شيء جديد بس طبعا فيه مبالغة في التكلفة خاصة في العوزات الجديدة 300 ألف إلى 500 ألف دولار للحالة الواحدة يعني ألا تعتقد أن الرقم مبالغ فيه؟ فيه الحقن لسرطان لبروستيت لبروستاتا في العربي ممكن تكلف مئات الألاف الأدوية الجديدة لسرطان الرئة أو سرطان الملانومة لسرطان الجلد تكلفة حوالي 10 ألف دولار في الشهر دكتور هل مدة العلاج تكون طويلة من خلال هذه التجربة؟ طبعا إحنا نتكلم عن سرطان درجة رابعة أو متقدمة اللي ما إلوه شفاء إلا من رب العالمين العلاجات هاي بتطول نحكي بتطول الزمن المريض يتعايش مع المرض نحاول نغير سرطان أو الأمراض السرطان إلى أمراض قاتلة إلى أمراض مزمنة كالسكري أو الضغط طيب بانتظار أنه يكون له تأثير فعال على كل السرطانات إن شاء الله ونقضي عليها كلها بتكلفة أرخص من هذه التكلفة شكرا لك طبعا الاستشاري الأورام في مستشفى توام الدكتور محمد جلودي شكرا جزيلا لك شكرا لك